جهاز ملتي افكت او التأثيرات المتعددة اهلا بكم النهاردة حلقة جديدة هنتكلم شوية بقى عن الاجهزة اجهزة اللي احنا بنستعمل لان احنا اه الحلقات بتاعتنا هتبتدي تتفرع دلوقتي شوية فروع اه اول فرع هيبقى السلالم هتلاقي قيمة على القناة بتاعتنا بتاعة اليوتيوب مكتوب عليها سلالم فهتلاقي فيها تجميعة للسلالم كلها سواء كانت في كورس او من غير كورس اه هتلاقي قيمة تانية للهارموني هتلاقي تجميعة لدروس دروس الهارموني دي هتساعدك في فهم الموسيقى وفهم الكورس اللي احنا بندرسه اه في قيمة مخصوصة بالار جي تي اللي هو الكورس بتاع دي هتلاقيها برضو موجودة فانا هعمل قيمة بالاجهزة برضو هنشرح فيها البدلات واحنا شرحنا كمية بدلات كبيرة قبل كده هنحطها في القيمة ديت وهحط معاها الدروس الجديدة اللي جاية اللي هتبقى على الاجهزة لان الاجهزة مهمة جدا برضو بالنسبة لعازف الجيتار او الموسيقي بصفة عامة الاجهزة بصفة عامة اه النهاردة هنتكلم عن جهاز من الاجهزة اللي ظهرت حديثا يعني ما بقى لهاش مسلا تلاتين اربعين سنة مش كتير يعني. اه الجهاز دوت اه اسمه الجهاز المالتي افكتس المالتي افكتس او التأثيرات المتعددة يعني تأثيرات متعددة او مالتي افكتس. اه الجهاز ده نشأ من حاجة الموسيقي نفسه على المسرح انك انت آآ عندك اصوات كتيرة دخلة معك فانت بتعزف في حفلة عندك اصوات كتيرة دخلة في مقطعات. فانت مش كل شوية هتحتاج بدل تشوف تدور بدلات اللي معاك ايه وتبقى عندك عدد كبير جدا موجود على المسرح وبتتدور بقى هتدوس فين ودوت ناقص كهرباء ودوت ناقص عايز بطاريات وده السلك بتاعه مش مش عارف مش مزبوط محتاج يتغير فبقت صعبة جدا انك انت هتعمل اه اصوات كتيرة في الحفلة بتاعتك لاغاني مختلفة وانت آآ واقف على المسرح بتتصرف بتدوس برجلك لان البدلات دي معمولة اساسا الجيتارست الايدلي اتنين مشغولين بالعزف فممكن برجله يدوس البدل يطفي ويفتح ده اقصى ما يقدر يعمله الجيتارست على المسرح لو هيزبط حاجة بقى ده لازم بين الاغاني ان هو يوطي يزبط البدل او يزبط المجموعة البدلات دي قالك طب الموضوع ده بقى احنا عايزين حاجة عملية اكتر عملية اكتر تساعد الناس وياه واقف على المسرح تغير الاسوات وتجيب اسوات كتيرة وفي نفس الوقت ما تعودش انت بقى كل شوية تزبط وبعدين في نفس الوقت انت مش محتاج برجل واحدة تدوس كزا بدل عشان تطلع تأسير واحدة هو دوسة واحدة على البدل دوت هتجمع كزا تأسيرات مع بعضيها فالتأسيرات دي تطلع كلها مرة واحدة فانت بقى هتعمل صوت موجود في موجود في وموجود في بضغطة واحدة مش محتاج انك انت تضغط تلت بدلات على الارض بعد استعمال الكمبيوتر وظهور الكمبيوتر والشرايح والبروسيسورز والكلام ده كله بدأت الاجهزة دي تظهر معانا وتنتعش اعتقد بداياتها كانت من التمانينات او اخر التمانينات في التسعينات بدأت تظهر وتزدهر والمالتي افكتس ده بقى حلم اي عازف جتار عملي الراجل عايز يقعد اه على المسرح على طول يحطه قدامه البدال اه فيه تلات اربع بدلات هم برمجهم قبل كده بيبرمجهم قبل كده بيدوس عليهم اه يدوس واحدة واحدة فاتطلع له الصوت المناسب اللي في الجزء من العزف هيستعمله فده بقى دي الجنة بتاعت الجيتارست دلوقتي انت بقى قدامك اختيارات هتيرة تقدر تقعد براحتك في البيت تزبطها وتعملها كويس وترضى عنها وبعد كده تبقى دي الاصوات بتاعتك انت اللي انت بتستعملها في الجيتار في الحفلات بتاعتك. الاصوات بقى في الجهاز ده انت حتشوف اه اجهزة من التمانينات مسلا طلعت في اواخر التمانينات اجهزة طلعت من التسعينات مع ظهور الكمبيتر بتاعت تتحسن الاجهزة اه ابتدت بتاعتها تبقى اسرع وتعالج الصوت بطريقة تانية فابتدت تطلع صوت اغنى والتحليل او التحليل الدقيق للصوت نفسه بقى في عادة كبير جدا من او النقط اللي بيتعمل فيها صوت فبقى دلوقتي انت الصوت غني كمان وكل ما بتاعت الكمبيتر بتتقدم اكتر كل ما الصوت بقى اغنى وغبالك فابتدت الاصوات دي تتحسن مع الوقت اه وبتدت بقى يعني احنا بقى انا مسلا اربع خمس سنين اه في جهاز اسمه ده انتجته شركة اه الجهاز ده تامنه حوالي اه الف ومتين يورو تقريبا الجهاز ده يعني هو قمة قمة التكنولوجيا التي انتجت حتى الان في هذا المجال هذا الجهاز ده طبعا بيستعملوه كل كبار العازفين وكل كبار اللي بسموهم الاواريب جامعة اروبة يعني بتاع الجيتار اللي هو عايز يعمل اصوات جديدة واصوات حلوة واصوات بتاعه واصوات بتاعها عالي جدا والقوة بتاعتها جميلة جدا الصوت نفسه حلو ده اعتقد ان هو اه قمة الشجرة دلوقتي حتى الان ايه لان يظهر الموضوع ده قمة الشجرة ايه هيوعد عليه مسلا اه شهور يعني غاية محد تاني ينزل حاجة تانية اقوى منه وفي نفس الوقت كمان الشركة نفسها دلوقتي اكيد قاعدة بتطور النسخة التانية اللي جاية من ديت اللي هتطلع الجهاز دوت اه ابتدى كمان في جهاز اه اه يظهر لجواه كمان حاجة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده الكلام ده ظهر فيه بس الاخر عشر سنين ابتدت تظهر حاجة اسمها امب سيميليشن يعني ايه امب سيميليشن اه التظاهر بانك انت معاك امب معين اللي هو انك تقليد لامب معين ازاي انت بتاعك تمنو الف مش عارف يورو والالف دولار والتاع حاجة كبيرة جدا حيطة يعني واخبالك بس انت في نفس الوقت عايز تحزف على امب تاني سمعته من حد عازف مشهور مسلا او حد صاحبك عجبك صوته فانت مش هتبيع ابو الف دولار دوت كمان وتستغنى عن الامب اللي بيشغلك كويس يعني كده وتجيب واحد تاني بتبقى الف دولار برضو انت مش هتخلص فلوس مش هتخلص دي حاجة ثاني حاجة العملية ازاي تاخد معاك في حفلة واحدة عشرين امب هتحطهم فين هتستعملهم ازاي مين هيسمح لك هتجيب فلوس مين اساسا تجيبهم يعني فطبعا ايه ده كان حاجة مستحيلة انها تحصل في العصر السابق العصر المالتي افاكت دلوقتي بجهاز واحد بيقدر يقول لك اوه الجهاز ده في الامب الفيندر الف التلتمية مش عارف كذا الامب مش عارف كذا كذا فبقى عندك دلوقتي تنوع من جهاز واحد حطه انت تحت على الارض عندك انك انت تستعمل اللي انت عاوزه هو بيقلد صوت ده طبعا في الاول كان التقليد بتاع اصوات ده ضعيف يعني ما كانش قوي قدل زي الحقيقي يعني اواخد بالك دلوقتي اعتقد في النسخة بتاعت الهيليكس ديت يعني حاجة حاجة جميلة جدا يعني اه اه نزلوا نسخة يعني مخففة من الهيليكس ديت ده والاسف ده نزلوا نسخة فيها التأسيرات بس اللي هي تأسيرات البدلات النسخة دي اقل تمنا طبعا من الرقم الكبير بتاع الالف ومئتين يورو او الف وخمسمائة دولار تقريبا وربعمائة دولار للهيليكس فنزلوا نسخة منه مخففة يعني اه ما فهاش حاجات كتيرة زي مسلا الشاشة الكبيرة الشاشة الكبيرة اللي بتبين لك بالالوان انت بتعمل ليه وراح فين وجاي مني خففوا الشاشة دي بقت حاجة بسيطة جدا التأسيرات كان كل تأسير فوق شاشة اه 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 بنتنور بالليل برضو مكتوب فيها اسم التأسير انت مش واقف قدام لوحة كده مصمتة لأ ده انت بتشوف على كل شاشة اسم التأسير اللي موجود وبيتغيروا يعني كل البدلات دي بتتغير كل ما تغير تكوينة طبعا العدد بتاع التأسيرات اللي جواه دلوقتي بقى عدد يعني كبير جدا انت لو هتجيبه عشان تحطه على المسرح قدامك هيملالك اللي هي لوحة البدلات يعني يملالك مسلا نص المسرح فمش هتقدر عمليا مش هتقدر بتحط كل البدلات دي كل التأسيرات دي ممكن في تأسير ما تستعملوش خالص في الاغاني بتاعتك دي وممكن في في اغنية واحدة بس من اغانيك في في وقت طويل جدا تستعمل تأسير معين بس انت محتاجه فيها فده اصبح بقى عندك عارف البلتة بتاعت الالوان اللي بيستعملها الفنان التشكيلي او الرسام اما يبقى عنده الوان كتيرة هيقدر يعمل ظلال ويقدر يعمل حاجات ويقدر هو يكون الوان ويحطها كل ما بلتة الوانك كترت كل ما كانت اللوحة بتاعتك فيها عمق اكتر وتفاصيل اكتر وحلاوة اكتر طروق الى آآ الكسير من الناس اللي بتحب الفن فبال ده عمل لنا بلتة الالوان اللي احنا آآ بناطوك لها لأي جتارست حلمه ان يبقى عنده بلتة الوان يقدر يعمل بيها كتير في الالحان بتاعته طيب الشركات اللي انتاجت دي عندنا شركات كتيرة قوة في العالم شركة رولاند يا من الشركات الرائدة اللي انتاجت الجهاز الكامل اللي فيه طبعا الشركات اللي قبل كده العمل بتبدلات شركات كتيرة جدا بس اول شركة او من اوائل الشركات اللي عملت بدلات آآ كانت شركة رولاند وفيه عندنا كمان شركة زوم آآ شركة زوم اخدت من الفكرة ونزلت البدلات بتاعتها او بتاعتها او بتاعتها بتاعتها وكانت آآ ضربت الاسعار بشدة جدا لانها بتتصنع في الصين والبروسيسور كمان اسعارها نزلت فلحقة هي السوق تنزل في السوق حاجات رخيصة قبل ما الشركات التانية تلتفت الى الى هذه الميزة بتاعت الرخص فهي سبقت وخدت مكان وحجزت مكان شركة زوم نزلت حاجات كتيرة آآ فيه شركة كمان اسمها آآ ديجي تيك نزلت آآ مالتي افكتس جميلة جدا وحاجة آآ حلوة جدا للجيتار يستطلت لازلت حتى لان تستخدم فيه عندنا كمان آآ شركة دي من اهم الشركات اللي موجودة دلوقتي في العالم اللي انا هوريكم دلوقتي بتاعي اللي انا اشتريته منها طب قبل ما وريكم بتاعي اللي انا بستعمله انا اشمعنا اخترت ده ايه ايه اللي خلاني اختار ده آآ ده انا اخترته بداء على كزا حاجات كزا عنصر حكم اختياري اول حاجة حكمة اختياري السعر انا مش عاوز ادفع رقم كبير جدا في لان انا انا شايف ان امكانياتي ليها رقم معين ما قدرش يعديه دي اول حاجة فانا هبتدى ادور في اسعار معينة انا هبتدى ادور على بتاعتي اللي موجودة ده تاني حاجة ان ده يكون حديث ما يكونش قديم شوية ليه عشان زي ما قلنا كده تكون تطورت شوية يكون الصوت اغنى بتاع الصوت اعلى شوية آآ تالت كريتيريا اللي انا دورت عليها قلت ممكن كمان لو كان في في حيث ان يبقى عندي اختيارات من كمان آآ اقدر اختار انواع اشتغل عليها كمان وانا وانا بعزف لانا بسجل آآ اغلب شغلي بسجله على آآ الكمبيوتر او ان انا لما بروح آآ في حفلة او حاجة انا معايا الامب بتاعي ما قاله عشر سنين يعني مش هغيره يعني او خمستاشر سنة فالامب بتاعي مش هيتغير مش هاخده معايا فانا مبسوط من الامب ده فانا مش عايز اغيره فانا بعمله على او المحايد الصوت المحايد اللي بيطلع وبدخل الصوت بتاعي بيطلع منه زي ما هو دي آآ تالت حاجة حاجة كمان آآ ان انا اقدر اشيله معايا اروح به في كل حتة يعني ااخده معايا في كل حتة آآ خمس حاجة يكون وحدة على الارض لان خلي بالك فيه انواع من بيتبقى زي البروسيسور آآ انت لو شو هوا بيسموه وحدة دي بروسيسور ولا عايزة آآ فلور يونيت ولا آآ راك يونيت الوحدة دي بتبقى محطوط في راك راك يعني اللي هو الرف اللي بيحط فيه مهندس الصوت داية فاي طبعا محترف بيبقى عندهم راك محطوط في فيه الافكتات داية فمن الممكن يكون الستوديو بيشتري الهيليكس دي بس بيشتريها راك هتلاقي زي ما انت شايفوا الصورة كده البروسيسور بيتحط في البتاعه وبيتوصل بقى بكنترولر برة يتحط بس للرجلين لو انت عايز تعمل كنترول بالرجلين او حتى كمان لو مهند الصوت عاد جنبه بيزبطه بصوابعه وبيدوسه على اللي هو عايزه بصوابعه ومش محتاج فلوري يونيت فأنا الوحدة اللي انا طلبتها تكون وحدة ارض لان انا عم استعملها وانا بعزف فانا مش هقدر اععد ادور عليها بصوابعي وانا يدي اللي اتنا سيب العزف بقى واقعد ادور عليها وبعد كده عزف طبعا مش هلحق اللي انا بعمله فلازم تكون وحدة على الارض ان انا اقدر ادوس عليها. آآ بصراحة الحاجة اللي لقيتها اخدت كل الارقام اللي انا اللي انا محتاجة يعني كانت الوحدة اللي انتو هتشوفوها دلوقتي. دي البدلات البتاعتي اللي انا اخترتها اللي هي جاية من شركة لاين سيكس. آآ البدلات دي بقى لها حوالي سنتين تلاتة طلعت. آآ النوع بتاعها اسمه. آآ دي مشهورة جدا من بقى لها مسلا عشر خمساشر سنة بتنتج دي ماركة يعني من الماركات وبتعمل بها آآ حاجات بتعمل كتير قوي وتحط كتيرة ومشهورة انها كانت كمان حتى في سعر آآ جميل جدا وآآ نطة نطة تانية بعد زوم ما خدت القيادة انها نزلت اللي ارخص صوية من الاسعار اللي كانت بتحت كرة شركة رولاند العالمية وديجي تاك. فآآ بصراحة اللي بتنتج انواع معينة من مهمة جدا وجميلة جدا. وفي نفس الوقت بتنتج كمان. الامبليفيرات دي بتتصل بالوحدات ديت كمان وتتخاطب معها. وبتنتج كمان مؤخرا جيتارات. يعني اشترت خط جتارات. آآ الجتارات ديت اه بتنتج آآ في شركة يا معها بصراحة اللي اشترت شركة يا معها دلوقتي بقت يا معها. فالجتارات اللي انت هتشتريها من هتبقى هي جتارات يا معها بس محطوط عليها البرندات الاو المركات بتاعة شركة اللي هي جابت مصممين عالميين للجتار يصمموا الجتارات ديت. فالجتار كمان اللي لو جبت جتار فيه مميزات الكترونية بيتصل كمان بالوحدة ديت. ويقدر آآ يستعمل الامكانيات بتاعتها وتقدر تغير الامكانيات بتاعتها كمان من الجتار. فآآ الوحدة ديت حت بتتقسم عدة اجزاء. يعني احنا هنبتدي نتكلم عن آآ جزء جزء فيها. اول جزء اللي فوق دوت ده هتلاقوه بتاعة الاصوات ده في صوت صوت الامبليفيرات بتاعتها اللي موجودة جواها. دي زرائر كأنها زرائر بالزبط اللي انت بتقدر بتستعمله لما تزبط بتاعك. فانت ممكن وانت على المسرح وعايز تزبط حاجة تعلي حاجة في بتاعك هي دي ده هو ده زرار بتاعك. طبعا على الشمال ديت دي شاشة هتلاقي تحتها الزرائر بتاعت التحكم في العناصر اللي موجودة على الشاشة عندك. انت قدامك على الشاشة هتلاقي مسارات التأسيرات. يعني هتلاقي كل صغير من دول او 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 افكت صغير محطوط مرسوم صورته على الشاشة. الصورة بتاعته طلعة وده داخل بعد وكزا وده داخل بعده كزا والسهم اللي محطوط فوق دوت انت بتشوف انت بتتحرك اه على اني افكت عشان تشوف الحاجات الزبطات بتاعته او الاربع زرار اللي تحت دول بيزبطوا الزبطات بتاعت كل تأسير او انوع انت بتستعمله او اي حاجة. وعندك طبعا الزرار بتاع انك انت بتحفظ التأسير دوت لو انت عاوز لو انت عاوزه يعني. دي الزرارة الطبيعية اللي بتبقى موجودة على اي انت بتلاقي حتى كمان البيز والتريبل والميدل والدرايف دي كانت بالزبط زرار موجودة على امبليفاير يعني. هي الحاجة اللي انت بتستعمله فيها بسيط انك انت ده انت بتستعمله. الوحدة دي كمان فيها جزء مهم جدا ان انا بستعمله اللي هو الوحدة التحكم في الصوت. يعني انا ممكن اعلي ووطي الصوت زي ما انا عايز برجلي من البدال بتاع الصوت دوت فانا مش محتاج يجيب حتى كمان بدال صوت منفاصل يعني. فالبدالات كلها موجودة حتى كمان آآ آآ بصفة عامة التنوعات بتاعتي اللي انا موجودة على البدالات دي عدد الايفاكتس الموجودة وعدد الانبليفارات الموجودة اداني عدد لا محدود من الامكانية ان انا اعزف باصوات الزراير اللي تحت اللي موجودة دي اللي انا بغير بيها الاصوات ومعمولة يعني التجديد بتاع الوحدة دي من الوحدة اللي قبلها انها بقت آآ مناسبة الواحد لاب الشراب زي حالاتي كده قاعد بيشتغل في في القوضة بتاعته مش قاعد في على المسرح بجزمة فعملوا الزراير بتاعتي انها تبقى مناسبة ان انا اقدر ان انا آآ ادسها برجلي ما توجعش رجلي زي الموديلات اللي كانت قبلها فانا اقدر اشتغل وانا آآ لابس شراب مسلا او حاجة ولابس حاجة خفيفة او قاعد في استوديو مش محتاج ان انا نلبس جزمة تقيلة يعني عشان اقدر استعمل الحاجة دي على المسرح فاحسنوا الزراير بتاعتها الزراير اللي انتم شايفين الصف التحتاني ده بيبقى كل من الباتشات او كل علبة من العلب فيها اربع تنوعات يعني انت بتاخد كل واحدة من دول فيها مسلا تنوعات افكتات زي ما انت عايز بس دول اربع تغييرات هتغيرهم على المسرح لو انا عايز الغيارات اللي بعدهم بدوس الزراير بتاع الساهم العالي ده او الساهم الواط ده ينقلني على تانية بفيه اربع تغييرات تانيين وهكذا فاصبح عندي عدد لا نهائي من التغييرات انا ممكن استعملها في على المسرح وانا شغال مع الفرقة بتاعتي في بقى كمان حاجة جميلة جدا فيها اللوبر اللي هو اللي فيه دوت هستعمل اللوبر دلوقتي ممكن اغير الصوت اللي انا هستعمله كمان وانا بقى بقى عمل بقى موسيقى 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 المترجم للقناة فطبعا اللوبر ده بيسهل لي ان انا مسلا اعزف اه مع نفسي او ان انا جرب افكار موسيقية يساعدني ان انا اركب اي افكار موسيقية مسلا انا عاوزها بحيس ان انا ام بعد كده ابتدى اركبها بقى على الكمبيوتر ابتدى اعملها بقى باحترافية لو انا عندي فكرة اغنية فبيساعد الناس اللي بتقلف اغاني كتير انه هما يقلفوا يعني. في ميزة بقى كمان في المالتي افكت دوت كمان اني عندي موجود فيه كمان تيونر فانا بمجرد ما بادوس التيونر على المسرح بلاقي سايلان جدا اقدر ان انا ازبط الجتار بتاعي على المسرح من غير ما الناس تسمع اي صوت طالع من جتاري لان انا مش عايزهم يسمعوني طبعا وانا عمال ازبط الجتار بتاعي. فبزبط الجتار بتاعي وطبعا الشاشة بتاعته بتنور بالليل فانا اه لو المسرح ضلمة او حاجة او المكان بتاعي اللي انا واقف فيه مش مفهوش نور بقى ما عودش اقولهم ولا هم نور عشان بس اشوفه. مفيش بقى الكلام ده خالص فالبقتح لي ان انا يبقى معايا التيونر دوت موجود معايا وانا بعزف على المسرح. فالجهاز ده جمع معايا طبعا بالاضافة للبدال بتاع الصوت اللي هو ممكن اعلي او او اوطي الصوت اللي انا عاوزه من اليونت نفسها من غير ما استعمل وحدة تانية خارجية كنت ممكن اجيب بدال تاني خارجي للصوت بس دوت الواحدة دي. طبعا اه المميزات كمان بدأت الجهاز ده لانه الكتروني طبعا كل حاجة دخلت جوها دلوقتي بقت اه الصوت ديجيتال جوها دلوقتي. فسهل جدا يتوصل بالكمبيوتر ويتعامل به اه مسلا اه شغل بالكمبيوتر. وانا هوريكم دلوقتي اللي موجودة على الكمبيوتر اللي انا بقدر اتحكم فيها طبعا الطريقة التقليدية اللي كنا بنعملها زي منك تقعد تجرب اه الاسوات وتدخل بدلات بدل بدل عليها تبتدي تتزبط كل بدل وتحفز كل حاجة في البتش بتاعتها او في الوحدة بتاعتها المناسبة لها وتبقى عارف انت البتشات بتاعك اللي انت مسجلها ايه بالزبط لشان لما تيجي تسترجعها على المسرح تبقى فاكر ايه دي بتاعت ايه دي بتاعت المصاحبة دي بتاعت السولو دي بتاعت تبقى انت عارف الاسوات بتاعتك موجودة فيه من سهولة بقى كمان الجهاز دوت انه قتاح دوت على الكمبيوتر انت مش محتاج تقعد عينك بقى في الشاشة الزغيرة دي وانت قاد في بيتكو انت ممكن تزبط كل الاسوات على الكمبيوتر والوحدة نفسها باتصالها بالكمبيوتر تقدر انك انت بعد كده تخلي الوحدة ديت خلاص يعني انت برمكتاعة الكمبيوتر وحفزت كل حاجة خلاص بتاخدها معاك وتعملها فانت قدامك شاشة الكمبيوتر طبعا الافكتات موجودة عليها اوضح واوقع ودي قدر تسمع انت كل الافكتات ديت وانت قاعد على الجهاز ده السوفتوير اللي بيجي مع البدلات انت بتحمله على جهاز الكمبيوتر بتاعك وبيبين لك اللي جوه البدلات دي ايه يعني جوه البدلات دي ايه بالزبط فانت انت بيبقى عندك باتشات كل باتش من اربعة اللي هم عادة ده اربع زراير موجودين تحت عندي زي ما شفناهم في الجهاز نفسه فكل اربعة طبعا دول دول دي حاجات فاضية لما بتبدأ بالفاضي بتبدأ على بياض يعني بتبدأ ما فيش حاجة خالص وتبدأ انت تركب كل تحطه لغاية تمانية اربعة قبل الامب واربعة بعد وممكن تغير حتى كمان بالمنزر كده تجيب واحد قبل البعد قبل الامب يبقى بعده فيبقى خمسة مسلا بعد الامب وتلاتة مسلا قبله مسلا زي ما انتم شايفين كده فانا بختار العدد اللي انا عاوزه والتركيبات اللي انا عاوزها من الافاكتات موجودة عندي بقى كل حاجة هنا الديناميكس دي مسلا اللي هو عليه الصوت وتو وزي كمبريشن مسلا زي احنا اخدنا ده ده اللي بيركب لك الكورس والحاجات دي فلتر ده انا هتلاقيه مسلا انواع من الفلاتر بتتحط عليها تطلع صوت مختلف ده يعلي لك اكتاف ويزود لك صوت عليه علي اكتاف او واطي اكتاف مسلا اه عندك بري امبليفاييرز واكولايزر بتقدر تشتغل بيها عندك الديلي والريفيرب اللي معروفين طبعا والبانين اللي هو تنقل بين سماعتين يمين وشمال والوا اوبشنز كتيرة جدا طبعا اه انا ركبت الحاجات بتاعتي فزي ما انت شايف كده كل واحدة منهم ليها التركيبات بتاعتها وانا مسلا واحدة زي دي مسلا انا يعني اللي تسمع الصوت بتاعها كمان لو تاخد بالك في بعض البندلات مطفية عندي هنا دي موجودة اساسا مطفية ما بدي اشتغل بيها بمجرد ما بيدو الزرار عندي على الفوت شايف برجلي البندل ده وات بقى احمره هو بقى خلاص ده كده دخل معايا في اللعبة فانا ممكن بقى في الوفتح بدلات حتى كمان تزوجلي الحصيلة بتاعتي باللي انا اشغال فيه طبعا اللي انا مركبها دا مسلا يعني دوت مركب عليه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وفيه نوعين الله هو فيه كمان احنا مش انتفقنا ان فيه يعني بيقلد اصوات الامبليفيرات فانا هنا بتختار ممكن تشتغل حتى على واحد اسمه كزا واحد اسمه كزا حتى تطلع صوت نقي واحد يطلع صوت اه فيه وتشغله من الاتنين في وقت واحد يعني شوف حاجة يعني وتختار الامبات من هنا من الانواع دي اديك شايف الانواع كلها بتاعت الامب طبعا محتاج تجرب وتسمع صوت كل ده ده انت مش بس بتختار ده انت بتختار عدد السماعات بتاعته ممكن يكون تركب يعني بتاعت الامبليفير دي تركب عليه كابنت فيها سماعات محطوط فيها سماعة واحدة اتناشر بوصة او اربعة في عشرة بوصة او اربعة في اتناشر بوصة او اتنين في اتناشر بوصة زي ما انت عايز بتختار انواعها كمان من انواع السماعات المشهورة في العالم ومش كده بس كمان انت بتختار انواع المايكات اللي انت هتركبها قدام السماع اللي هتحطها عشان تطلع الصوت منه وتسجل منه. الجهاز بيعمل لك تسجيل متكامل خالص. وطبعا الميكسر بتختار ما بين الامبل الاولاني والامبل التاني تقدر تعمل توازن بينهم في اللي انت عاوزوا. وتقدر تتحكم في الجهاز ده بكامل التحكيم بتاعته. وبعدين جايب لك شيء. دي بقى الحاجات اللي موجودة اساسا متخزن عليه الحاجات ديته. وفيه سايب لك حاجات اليوزر اللي هو انا. انا اليوزر يعني. سايب لك باتشات فاضية كتير جدا تنقل من دول وتعمل هنا وتقدر تعدل عليهم او تخترع انت بتاعتك اه بتاعتك زي ما انت عايز. فالباتشات ديت انت هتلاقي موجودة حتى على الانترنت على مواقع اللي هو اللي خاصة بالشركة دي اللي هي هتلاقي ليهم فورم فورم يعني اللي هي بيسموه التحور يعني او يعني هتلاقي الفورمز ديت هتلاقي عليها ناس كتيرة حتى دي عملتها هي واعجبت بيها وبتشايرها مع الناس يعني انا عايز الناس تستمتع بالله انا بستمتع بيه فبتحط الحاجات دي وطبعا دي بتبقى علامة لانه موسيقي كويس وكده فاهم هو بيعمل ايه وحطت الافكتات اللي هو عايزها تخلي بالك كل واحدة من دول فيها بتختار نوع من انواع الافكتات وكل نوع من انواع الافكتات فيه كمان خمسة ستة من الموديلات ديت يعني فانت هتقدر بتستعمل حاجات لا نهائية من الاعداد انك انت هتقدر تستعمل فعلا الافكتات والتأسيرات ديت بحيث تطلع صوت الجيتار اللي انت عاوزه فاضل بعد كده بقى الخيال انت خيالك ايه بتتخيل ايه وعايز ايه كل حاجة موجودة تحت ايدك هنا فاضل بس انك انت تعرف تتخيل وتبدع وتسجل بالآ الجيتار بتاعك فدلوقتي الموضوع خلى قدامنا اختيارات ما بقيتش محتاج تشتري آآ مليون انت عندك كل دول تحت ايدك دول لو انا اشتريتهم مسلا يكلفوني سبعين الف دولار مسلا او حاجة كده موجودين تحت ايدك دلوقتي كلهم الافكتات ديت لو انت اشتريت الافكتات دي كلها من كل نوع من دول هتلاقي عشرة مسلا ولا حاجة يعني انت بتتكلم في ارقام مهولة موجودة تحت ايدك وانت بالجيتار بتاعك تقدر تتحكم في الحاجات دي كلها بمجرد ما بتخلص الحاجات دي على وتعملها بتتسيف على الجهاز نفسه فانا لما هاخد الجهاز على المسرح بعد كده وبعد عن الكمبيوتر خلاص كل الاصوات متسجلة جوا فبقدر استعمل الصوت اللي انا عاوزه مسلا اه حتى انا سميت واحد عمر على اسم المرحوم عمر خرشي دي يعني انه قربني من صوت فلو انا استعملت مسلا جيتار فلو انا استعملت صوت جيتار مسلا زي اللي كان بيستعملو عمر خرشي دي اللي هو انا سميته كده هو طبعا المسدار اللي كان بيستعملو عمر فا اه دي انت ده تسمي اللي انت عاوزه سامي اللي انت عاوزها للاصوات ومكتاب فطبعا قدامك اختيارات كتيرة تقدر تعمل بيها اللي انت عاوزه لو انت عنده جهاز تقدر تشتغل بيه بس اهم حاجة بتاعت الصوت بتاعته تكون كويسة بحيس انك انت بتطلع اصوات فعلا تضاهي اصوات اللي هي بتبقى منفردة وفي نفس الوقت طلع لك الصوت اللي في خيالك اللي انت عاوزه للجيتار بتاعك واشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة